بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا في الحلقات الماضية أن هناك عادات في المجتمعات الإسلامية وهي أكثر العادات جذورها من الدين وهي مأخوذة من الشرق وهذه العادات ينبغي علينا أن نحافظ عليها لماذا؟ لأن شخصية كل إنسان أو كل مجتمع أو كل أمة هذه تتكون من مجموعة من الجزئيات أن تكوين الشخصية من مجموعة من الجزئيات هذه الجزئيات عندما تجتمع تكون شخصية إنسان أو تكون شخصية المجتمع أو الأمة كما أن اللبنات تكون البيت القطرات تكون الأنهار والبحار والذرات تكون الصحارة والبراري كذلك مجموعة من الجزئيات عندما تجتمع تكون شخصية الإنسان أو المجتمع أو الأمة ما الذي يسبب أن هذه الأمة تختلف عن تلك الأمة؟ أو هذا الشخص يختلف عن ذلك الشخص؟ الجواب أنه مجموعة من الجزئيات هذه المجموعة من الجزئيات تكون الشخصية هذه الجزئيات بعضها قد تكون جزئيات موغلة في الجزئية ولكن الذرات عندما تجتمع تكون شيئاً والقطرات عندما تجتمع تكون شيئاً مثلاً هناك عادات في المأكل عادات في المشرب هناك أسماء هناك خط هناك لغة هناك طريقة في الزواج في الوفاة وما إلى ذلك هذه الجزئيات إذا اجتمعت تكون شخصية لأمة أو لمجموعة من الناس مثلاً نجي نفرض الآن نتكلم في الملبس الملبس ولو أمر قد يعتبره البعض أمراً هامشياً ولكنه جزء من مكونات ثقافة الأمم ولذا نشاهد أن كثير من الأمم تحاول الحفاظ على طريقة ملبسها وحتى أننا نجد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضع الله عزهم العمامة هذه تاج للعرب إذا وضعوا هذه العمامة يعني رفعوها ولم يلبسوها ولم يستعملوها وضع الله عزهم لماذا؟ قطعة لباس أو قماش كيف ارتبط العز بهذه القطعة؟ الجواب الجواب أن الأمر ليس مرتبطا بنحو مباشر بقطعة من القماش الأمر مرتبط بنفسية الإنسان إذا الإنسان تخلى عن طريقة ملبسه لكي يأخذ طريقة الأمم الأخرى هذا التخلي عن طريقة ملبسه يكشف عن أحد أمرين إما انهزامية في نفسه بحيث أنه يحاول أن يقلد الغير ليلحق بركب الغير يتصور أنه متخلف ولذا يحاول أن يقلد الغير ليلحق بركبه طبعا الإنسان الذي في نفسه توجد الإنهزامية هذا الإنسان طبعا سيتحول إلى ذليل لأن الإنسان قوته بفكره وبمعنوياته إذا انهار فكره وانهارت معنوياته فإن هذا الإنسان بأقل ريح يسقط بأقل رجفة يسقط ينبهر بالغير ولذا نحن نجد في أحكامنا الشرعية الفقهاء يذكرون حرمة التشبه بالكفار يعني يحرم على الإنسان أن يتشبه في طريقة ملبسه بالكفار وكذلك في غير ملبسه ولكن المثال البارز في ملبسه حرام أصلا لماذا؟ لأن قاعدة فقهية أصولية تذكر بأنه تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية يعني حرمة الحرمة التي هي حكم شرعي موضوعها كان التشبه بالكفار الكفار جمع كافر والكافر وصف يعني اسم فاعل الحكم علق على وصف يعني على مشتق اللي هو اسم فاعل يشعر بالعلية يعني يستفاد منه أن علة هذا التحريم يكمن في هذه النقطة أنه يحرم التشبه بالكافر لأنه كافر ولأن هذا يؤدي في اتباع الكافر في أمور أخرى لأن الأمر لو كان يقف عند حد التشبه في الملبس كان هينا ولكن هذا الأمر بداية بداية للسقوط في الهاوية ليست تشبه في الملبس فقط لأن هذا يبدأ منه يتشبه في الملبس ثم يتشبه في أمور أخرى وهكذا وهلوم جرى إلى أن يجد نفسه تشبه بالكافر في كل شيء بحيث أنه ترك واجباته وفعل المحرمات ويا ليت كان التشبه حتى في النقاط الإيجابية مع الأسف التشبه يكون فقط في الأمور الشكلية وفي الأمور السلبية فقط ولذا يعبر أحد المفكرين يقول كثير من الناس الذين أرادوا تقليد الغرب قلدوا الغرب في سلبياته ولم يقلدوه في إيجابياته ما أخذوا منه الديمقراطية ما أخذوا منه العلوم التجربية ما أخذوا منه المطالعة ما أخذوا منه التأليف ما أخذوا منه التحقيق ما أخذوا منه الصناعة ما أخذوا منه الجد ما أخذوا منه احترام الوقت طبعا كثير من هذه المفاهيم هي مفاهيم إسلامية ما أخذوا من هذه الأمور ولكن أخذوا منها السلبيات أخذوا منها الخمور أخذوا منها السفور أخذوا منها الميوعة والإنحلال وتفكك الأسرة وما إلى ذلك فالملبس صحيح أمر جزئي والأمر مرتبط بقطعة قماش ولكن يكشف عن عمق فكري إذا كان الأمر يرتبط بأن الإنسان يحاول أن لا يتشبه بالكفار والتشبه بهم يكشف عن انهزامية فكرية أمام هؤلاء فالتشبه بالكفار يكشف إما عن انهزامية وإما عن التأثر الفكري بهم وظهر هذا التأثر الفكري في البداية في طريقة الملبس فلذلك صحيح أن الملبس أمر جزئي قد لا يعتبر مهما عند الكثير ولكن هو مكون من مكونات هوية وشخصية الشخص أو المجتمع كذلك مثلا نجد من الأمور التي تكون هوية الشخص أو المجتمع اللغة تكون هوية للإنسان بحيث أنه يتميز الإنسان عن غيره باللغة نجد بعض المسلمين يشعر بالحرج من لغته الإسلامية يعني اللغة العربية التي وردت فيها النصوص بها النصوص الدينية أو لغة قومه من الشعوب المسلمة هذا أيضا يكشف عن انهزامية صحيح أن اللغة لا تعتبر في عقيدة الإنسان لأن الله عز وجل يقول وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ وليس من المهم أن يتكلم الإنسان بأية لغة ولكن أن يشعر الإنسان بحرج من لغته اللغة العربية التي هي لغة القرآن والأحاديث والأدعية أو بلغة مجتمعه المسلم من الشعوب المسلمة اللغة التركية أو اللغة الفارسية أو اللغة الأردية أو ما إلى ذلك من اللغات التي يتكلم بها شعوب مسلمة اللغة أيضا تشكل لبنة ولبنات في هوية المجتمعات فترك الإنسان للغته يكشف أيضا عن إنهزامية ولذا من الأمور التي جاء الغرب وحاربها بشدة اللغة العربية خاصة وانحارب اللغات المجتمعات الإسلامية بشكل عام وحاول فرض اللغة الإنجليزية وغير الإنجليزية الفرنسية وأشباهها على تلك المجتمعات ولكن أكثر المحاربة تمت مع اللغة العربية لأن هذه اللغة ارتباطها بالإسلام ارتباط وثيق لأن القرآن الكريم اللغة العربية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله باللغة العربية الأدعية باللغة العربية العبادات مثل الصلاة مثلا باللغة العربية كثير من العبادات التي فيها ألفاظ تلك الألفاظ ينبغي ويجب أن تكون باللغة العربية فهناك ارتباط وثيق بين الدين وبين هذه اللغة انفصال المسلمين عن هذه اللغة يسبب ابتعادهم عن الثقافة الإسلامية الأصيلة ابتعاد شديد ولذا نشاهد أنه عندما دخل الاستعمار إلى البلدان الإسلامية في البلدان غير الناطقة باللغة العربية تمت محاربة اللغة العربية محاربة شديدة وحيث أنه الآن إذا دخلت إلى هذه المجتمعات تجد أكثرهم لا يفهمون اللغة العربية وحتى إذا قرأ القرآن لا يفهم القرآن قرأ الأدعية لا يفهم تلك الأدعية صلى يردد الحامد والسورة والأذكار أكثر الظن وأكثر الأحيان لا يفهم معنى ما يردده فهذه اللغة تشكل هوية للإنسان المسلم انفصال الإنسان عن هذه اللغة يسبب ابتعاده عن الثقافة الإسلامية هذا بالنسبة إلى الدول غير العربية يعني الشعوب الناطقة بغير العربية وأما الشعوب الناطقة بالعربية فتم التركيز على عدة أمور الأمر الأول تركيز اللغة العامية حتى كثير من الناس لا يلتفتون ولا يفهمون اللغة العربية الفصحة كذلك خلق مصطلحات جديدة مقابل المصطلحات القرآنية يعني هناك مصطلحات في القرآن الألفاظ مستعملة في القرآن أو في الروايات بمعنى المصطلحات الجديدة نفس الألفاظ تستعمل في معنى آخر بحيث أنه إذا قرأ الآية القرآنية لا يفهم المقصود من هذه الكلمة أو يفهم فهم مغلوط لأن المصطلح الدارج في الألسن في الألسن يأتي في ذهنه وكذلك تغييب الكلمات القرآنية من الإعلام أنتم الآن افتحوا القنوات الفضائية الخبرية واستمعوا إلى نشرات الأخبار إلى التحاليل إلى الكلام كثير من المفردات القرآنية لا تجدونها مستعملة فهذا يسبب أنه تدريجيا يحصل انفصال بين العرب وبين تلك اللغات إلا من يعرف اللغة وبعض المثقفين والأدباء وما إلى ذلك فبهذه الطريقة تم محاربة اللغة العربية وهذا الكلام في تفصيل لكن إحنا مجرد مثال وإشارة من الأمور التي تشكل الهوية الثقافية للأمة أو للأمام الخط يعني كيفية الكتابة نحن نشاهد أيضا عندما جاء الاستعمار للبلدان الإسلامية حارب الخط العربي في الدول الناطقة بغير العربية يعني مثلا في تركيا تم تغيير الحروف العربية إلى حروف لاتينية وكذلك في أندونوسيا في دول الاتحاد السوفيتي السابق التي تم تبديل الحروف العربية إلى حروف الكريل وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم تغيير تلك الحروف إلى الحروف اللاتينية أيضا لماذا؟ لأن هذه الحروف العربية كتب بها القرآن كتب بها الأحاديث تشكل جزء من هوية الشعب والأمة فانفصال هذا الشعب وهذه الأمة عن هذه الحروف أيضا يفقدها جزءا من هويتها يفقدها جزءا من ثقافتها يبعدها عن الثقافة الإسلامية الأصلية حتى بالنسبة إلى الدول العربية كانت هناك محاولة بتغيير الخط العربي وأنا شخصيا قرأت مقال لرجل كتب هذا المقال يمكن قبل أكثر من مائة عام يقول بأن اللغة العربية تكتب بالحروف والحروف العربية ليست لها دلالة على الحركات الضمة والفتحة والكسرة فلذا كثير من الأحيان يتم التصحيف والقراءة بشكل مغلوط فينبغي علينا أن نبدل هذه الحروف إلى حروف لاتينية لأن في الحروف اللاتينية الحركات تكتب لها كتابة الضمة والفتحة والكسرة تكتب وليس تتلفظ فقط ويستدل بذلك بأن هذه الحروف ليست من الثقافة العربية وإنما هي حروف آرامية أو سريانية أو كذا كتب بها العرب من أمثال هذه الأمور لفصل الخط العربي عن الشعوب العربية بالنسبة إلى بعض الشعوب المسلمة تمكنوا من ذلك بالنسبة إلى اللغة العربية لم يتمكنوا من ذلك لكن هذا لا يعني أن المحاولات لا تكون مستمرة فالشاهد أن تكوين شخصية الإنسان أو المجتمع تكون عبر عادات وأمور جزئية كل أمر من هذه الأمور يكون لبنا في لبنات هوية الشخص أو الأمة وشخصيتهما تغيير أي جزء إذا نظرنا إليه باعتباره جزئيا قد لا نرى هناك تأثيرا إذا تركنا هذه العادة ولكن عندما ننظر إليها نظرة كلية نجد أن هناك محاربة في كل مكان إما بطريقة محاربة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لكي يترك الإنسان المسلم هذه العادات المأخوذة من الشرع أو ارتبطت ارتباطا وثيقا بالشرع لكي يحدث هناك انفصال بين المسلمين وبين الثقافة الإسلامية فيمكن حينئذ ضخ ثقافات أخرى على هؤلاء والآن نحن في ظل العولمة نعاني من هذا الأمر لأنه بالإجبار لا يمكن في هذا العاصر تنفيذ الأمور بالإجبار في أكثر الأماكن فتبديل الأمر بعدات أخرى تم الاستعانة بالإعلام بالأفلام السينمائية بأفلام الكارتون بالمقالات بما تكتبه كثير من مراكز الدراسات بالمجلات بالفضائيات وما إلى ذلك لضخ الثقافة غير الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لكي تلك المجتمعات هي تتقبل هذه الثقافات وتنفصل عن عاداتها الحميدة فمعنى ذلك كل عادة حميدة تركتها تركت جزءا من هويتها وجزءا من ماهيتها فبناء على ذلك ينبغي علينا أن نحافظ على العادات الحميدة للمجتمعات الإسلامية ولا نتقبل عادات أو ثقافات من مجتمعات غير إسلامية حتى في أمور تلك الأمور ليست سلبية وليست مأخوذة أيضا من الشر إذا تمكننا من الحفاظ على هذه العادات الحميدة نتمكن من الحفاظ على هوية الشخص أو هوية الشعب أو الأمة ونتمكن من مقابلة الثقافات المستوردة ومقاومتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس بأعبق البركات